اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لذكر الله حي على الصلاة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين على كل حال المتصف سبحانه وتعالى بالعزة والعظمة والجلال الحي القيوم الدائم بغير زوال المتفضل سبحانه وتعالى على عباده بجلائل النعم الكبير المتعال وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فالشبيه محال وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله كريم الخصال الطاهر المطهر الموافق فعله لما سن وقال أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار ومن عذابها أما بعد توقفنا في اللقاء السابق إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وكيف آدوه صلى الله عليه وسلم هو يصلي في بيت الله تعالى كعبة الله تعالى كيف آدو النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقلنا أننا سنفصل بفضل الله تعالى في قصة الطائف وحصار النبي محمد وصور تعذيب أصحاب النبي محمد ولنبدأ أحبة في الله تعالى مع ما كان عليه الصحابة حيث أنهم صبروا ابتغاء وجه الله وابتغاء إعلاء قول لا إله إلا الله فهذا بلال بن رباح رضي الله عنه عن در عن عبد الله كما رواه ابن ماجة وأحمد وابن أبي شيبة وأبو نعيم وغيره والحديث حسن قال أول من أظهر إسلامه سبعة رسول الله وأبو بكر وعمار وأمه سمية وبلال وصهيب والمقداد فأما النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر فمنعهم الله بقومهما وأما سائرهم فأخذهم المشركون فألبسوهم أدراع الحديد وصهروهم في الشمس فما منهم من أحد إلا وآتاهم على ما أرادوا إلا وآتاهم على ما أرادوا يعني أي استجابوا لهم لكي ينجوا من هذا البلاء كما فعل عمار بن ياسر لما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله جئت إليك بشر حال قال ما بك يا عمار قال خط فيك يا رسول الله قال ولما يا عمار قال أكرهوني على ذلك قال كيف تجد قلبك قال مطمئن بالإيمان قال فإن عادوا فعد ثم نزلت الآيات إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان فأين قلبك القلب إذا كان حي فلا شيء بعده ولكن هذا ليس دعوة لكي نتخاذل عن دين الله وليس الدعوة لكي نرضى بالدنية في ديننا أبدا هذه بداية دعوة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائد محنك أحب عقل لا مثيل له فلابد أن يراضي الأطراف لكي يصل بدين الله تعالى إلى ما نحن فيه الآن إلا بلال يقول فما منهم أحد إلا وآتاهم على ما أرادوا إلا بلال فإنه هانت عليه نفسه في الله أن تهون نفسك عليك ابتغاء وجه الله تعالى أن تهون حياتك من أجل دين الله أن تهون دنياك من أجل لا إله إلا الله وليس كما حال بعض شبابنا اليوم نسأل الله الهداية للجميع تهون نفسه عليه من أجل حبيبته تهون نفسه عليه من أجل غيرها وغيرها وأنتم تعلمون ذلك يقول وهان على قومه وهان على قومه سيدنا بلال هو هانت عليه نفسه في الله ومع ذلك هان في نظر قومه لأنهم على الشرك وعلى غير التوحيد وكان يعذب رضي الله عنه ويقول كلمة يرددها يغطاض لها كل كافر يغطاض لها كل مشرك أحد أحد حين يعذبوه رضي الله عنه وهو يقول أحد أحد لا إله إلا الله لا رب لنا سواه لا خالق لنا غيره صبر رضي الله عنه هذا عمر بن ياسر رضي الله عنه جاء أبو جهل يشتم أمه سمية رضي الله عنها وجعل يطعن بحربته في قبولها حتى قتلها رضي الله عنها هذا ماذا يصنع ماذا يفعل أبشع موت أن تموت امرأة تطعن بحربة في قبولها لماذا من أجل دين الله تعالى وهذا عثمان ابن عفان رضي الله عنه كان عمه عليه من الله ما يستحق لما علم أنه أسلم لله تعالى يلفه في حصير من أوراق النخيل ثم يشعل النيران فتجد الدخان يأتي من تحت عثمان رضي الله عنه وصبر ابتغاء وجه الله تعالى وصبر لإعلاء قول لا إله إلا الله وصبر لأجل دين الله تعالى وهذا مصعب ابن عمير ونأخذ على الاختصار فإن الصحابة كل حياتهم دعوة وكل حياتهم صبر على الأذية من أجل إعلاء لا إله إلا الله فهذا مصعب ابن عمير كان من أرفه الناس رجل مرفه رجل مترف رجل يشم الناس طيبه من على بعد كثير رجل يشم الناس رائحته من على بعد وإذا ذهب من المكان وجاء آخرون يعلمون أن كان هنا مصعب ابن عمير فلما أسلم لله تعالى عذبته أمه أجاعته وأخرجته من بيته وكان من أنع من ناس عيشا فتخشف جلده تخشف الحية جلده تخشن رضي الله عنه لماذا ابتغاء أن يصل بدين الله إلى ما أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا أبو فكيه أفلح مولى لبني عبد الدار كان يعذبونه بشدة كانوا يربطونه من قدمه ويجرونه في الرمال المحرقة يجرونه جر لماذا؟ لأنه يقول لا إله إلا الله لماذا؟ لأنه تمسك بدين الله تعالى وهذا خباب بن الأرد رضي الله عنه كانوا يأخذون بشعر رأسه فيأخذونه جذباً ويلون عنقه تلوية مؤلمة وأضجعوه على الصحراء وعلى فحام ملتهبة ثم وضعوا عليه حجر حتى لا يستطيع أن يقوم وصبر لأجل دين الله وصبر لأجل إعلاء لا إله إلا الله وما قنط يوماً وما قال يا رب لماذا؟ أولسنا نحن عبادك الذين نحمل هم دينك أبداً ما جزع يوماً ولكن صبر وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الطائف كما يقص علينا البخاري رضي الله عنه أن أمنا عائشة تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أشد يوم مر به فيقول أشد يوم مر علي ولقيت ما لقيت من قومك يوم الطائف فماذا في يوم الطائف؟ هذا ما نعرفه الآن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن رفض الكل دعوته في قريش وعذب النبي محمد صلى الله عليه وسلم في قريش فخرج داعياً إلى الله فخرج صلى الله عليه وسلم يدعو في بلاد غيره فذهب إلى الطائف فذهب صلى الله عليه وسلم إلى الطائف وجهر بالدعوة وكلّم الناس فاتهموه بالجهل واتهموه بالحمق واتهموه بالجهل وأنه ساحر وأنه مجنون وأنه كذاب وأنه شاعر رموه بكل شيء حتى أنهم جعلوا صبيانهم يسفهون النبي محمد ويلقونه بالحجارة صلى الله عليه وسلم فهو يسير والصبيان يسبونه ويلقونه بالحجارة صلى الله عليه وسلم ثم جرى صلى الله عليه وسلم لينجوا بنفسه فدخل بستان لعتبة فدخل بستان صلى الله عليه وسلم لكي يحتمي به فأرسل إليه الرجلان ابني الربيعة أرسلوا إليه غلامهم عداس فوصل إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومعه طعام يأكله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن تعالوا بنا لنرى أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما دخل والحزن قد ملأ حياته مهموم صلى الله عليه وسلم مهموم في حياته مهموم يقول فكان النبي يسير وعلى وجهه مهموم يعني أن الهم زاد على رسول الله فهو يسير كأنه في هم يسير كأنه في كآبة يسير كأنه في حزن صلى الله عليه وسلم وذهب صلى الله عليه وسلم وتحرك وهنا ورد دعاء مشهور عند الجميع إلا أنه ضعيف والله أعلم وهذا الراجح إن شاء الله أن هذا الدعاء لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت ربي إلى من تكلني إلى عدو يتجهمني أم إلى بعيد ملكته أمري إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي ولكن رحمتك هي أوسع لي هذا دعاء ضعيف لا يصح والله تعالى أعلى وأعلم فلما وصل إليه عداس وصل إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعد أن أرسله إليه ابني الربيعة فدخل عليه عداس فقال ووضع الطعام أمام النبي محمد صلى الله عليه وسلم فقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسم الله ثم أكل مد يده اليمنى وقال بسم الله ثم أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عداس إن هذا الكلام ما يقوله أهل هذه البلاد فقال له رسول الله من أي البلاد أنت وما دينك قال أنا مصراني من أهل نينوة فقال رسول الله من قرية الرجل الصالح يونس بن متة قال له ما يدريك ما يونس بن متة قال رسول الله ذاك أخي كان نبيا وأنا نبي فأكبع عداس على رأس رسول الله وعلى يديه وعلى رجليه يقبلها يفهم فهم أنه رسول صلى الله عليه وسلم فقال ابن ربيعة أحدهما للآخر أما غلامك فقد أفسده عليك طبعا لابد أن يقال هذا أولم يقالوا إلى نبي الله لوط أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فصار تطهرهم جرم وصار تطهرهم بلوة وصار تطهرهم مصيبة قد ارتكبوها أنهم يدعون إلى الله ويحرمون ما يفعلوا أهل هذه القرية أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فقال ابن ربيعة أحدهما للآخر أما غلامك فقد أفسده عليك فلما عاد إليه مع عداس قال له ويحك ما هذا قال يا سيدي ما في الأرض شيء خير من هذا الرجل هذا أطهر نبي على وجه الأرض هذا أطهر رجل على وجه الأرض ما في الأرض شيء خير من هذا الرجل لقد أخبرني بأمر لا يعلمه إلا نبي هو حد يعرف يونس ابن متى إلا رسول الله هو حد يعرف يونس ابن متى إلا عندما يكون يوحى إليه قال له ويحك يا عداس لا يصرفنك عن دينك فإن دينك خيرا من دينه يوعد سيب دينك دينك أهم من دينه دينك خير أي خير دينه وأي عظم دينه إن الدين عند الله الإسلام ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حزينا كئيبا مغتما صلى الله عليه وسلم كسير القلب صلى الله عليه وسلم وهنا وصل النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى قرن المنازل فجاء جبريل ومعه ملك الجبال فقال ملك الجبال لرسول الله لو آمرتني أن أطبق عليهم الأخشبين لأطبقتهما قال لا ولكني أريد أن يخرج الله من أصلابهم من يوحد الله تعالى هذا رسول الله هذا رسول الإنسانية هذا رسول الخير والرحمة هذا الرسول الذي يتهمون دينه بالتخلف هذا الرسول الذي يتهمون دينه بالرجعية هذا الرسول الذي يتهمون دينه بالقتل والسفة هذا الرسول الذي يتهمون دينه بالإرهاب ما كان في ديننا شيئا من ذلك فهذا والله العظيم الليلة أشبه بالبارحة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في شعب أبي طالب حسر النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه ثلاث سنوات في شعب أبي طالب لا يأكلون ولا يقدمون لهم الطعام ولا يعطوهم شيء ما جرمهم وما مصيبتهم أنهم قالوا لا إله إلا الله جهرا في كل مكان أنهم قالوا لا إله إلا الله ولم يعبدوا ولم يسجدوا لأحد سوى الله فعذبوهم وحاصروهم نحن في زمان العبادة مكمن الخطر نحن في زمان يخشى الكل من العبادة وكأن الذي يعبد ربه سيحارب الناس وكأن الذي يسجد لله تعالى سيحارب الناس وكأن الذي يسجد ويقوم سيحارب الناس وكأن الذي يقرأ كتاب الله مجرما فلما هذا هذا من عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم فحبسوهم النبي وأصحابه والسيدة خديجة مع سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الشع أبي طالب محاصرون ما في يدهم قوة وما في يدهم شيء حتى أن وصل بهم الأمر أنهم يأكلون الجلود ويأكلون أوراق الشجر أصحاب النبي محمد ما جدعوا يوما ولكنهم أكلوا أوراق الشجر الكثير والكثير أكلوا أوراق الشجر أياما كثيرة ولهم سرايا في ذلك ولكن ليس هذا حديثنا فحبسوهم إلى أن فرج الله تعالى عليهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم قد رضي بالصحيفة التي فيها ظلم وجور على الإسلام ظلم وجور على دين الله تعالى وكان حقا لعمر أن يقف أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له يا رسول الله لمن أرضى الدنية في ديننا أولسنا على الحق وهم على الباطل قال صبر يا عمر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مغتم سيدنا النبي حزين سيدنا النبي لا يرتاح إليه بالا سيدنا النبي سيدنا النبي حزين صلى الله عليه وسلم ولكن ماذا يصنع ليس هناك للإسلام قوة فما الذي يفعله وما الذي يقوم به إلا أن يصبر ويرضى إلى أقوال هؤلاء الجهال ويرضى إلى أقوال هؤلاء السفهاء ويرضى إلى أقوال هؤلاء الجهلاء فرضي رسول الله إلى أن أتم الله تعالى نوره وأظهر دينه وأغزى الكافرين وأزل المشركين وجعل كلمة التوحيد تعلو جميع البلاد وجعل أئمة الإسلام يقودون العالم أجمع فكان عمر رضي الله عن عمر يحكم العالم أجمع كان عثمان يحكم أيضا نصف العالم ويزيد لماذا لأنهم تمسكوا بدين الله سيدنا أنس ابن مالك رضي الله عنه يقول لما قدم النبي المدينة أضاء منها كل شيء ولما ترك النبي المدينة أظلم منها كل شيء وما نفضنا أيدينا حتى أنكرنا فعلنا أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله الطراب السيدة فاطمة تقول لهم هذا وأنا أقول أطابت أنفسكم أن تحثوا على سنة رسول الله الطراب أطابت أنفسكم أن تحثوا على كتاب الله الطراب أطابت أنفسكم أن يهون عليكم دين الله كيف كيف ونحن إخواننا يقتلون كيف ونحن إخواننا يعذبون الأقصى الذي ورب الكعب لن يعود إلا إذا تحررت القلوب نحن نريد أن نحرر الأقصى ونريد أن ندافع عن الإسلام ونريد أن ننصر إخواننا المستضعفين في كل مكان ونحن كل شغلنا الشاغل وكل همنا أن نعمل ونأكل وفقط هذا همنا فقط أما دين الله فهذا في الأخريات هذا في النهايات لا يوجد له أولوية ولما إن للدين رب يحميه فدعك عنه أبدا ولكن المسلمين في كل مكان يعذبون انظر إلى إخواننا في الإغور في الصين يعذبون ويقتلون لماذا لأنهم جهروا بلا إله إلا الله ولأنهم جهروا بالعبادة لله تعالى أما نحن الآن فشبابنا وبناتنا لا يحتجون إلى أن يعذبون ولما نعذب ونحن قد تركنا الدين ورفعنا الأياد يدون عذاب فلا نحتاج إلى دين كيف يعقل أو أعذب لدين الله كيف ولكن هؤلاء مسلمون صدق رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديل هؤلاء هم الرجال هؤلاء الذين صبروا وتحملوا ابتغاء وجه الله انظر إلى إخواننا في تركستان الشرقية كيف يعذبون انظر إلى إخواننا في كشمير انظر إلى إخواننا في غزة كيف كل يوم يقومون على حرائق كيف كل يوم يقومون وقد قتلوا كيف كل يوم يقومون وقد ذهب فلدة أكبادهم ذهب عن الصبيان أمهاتهم ذهب عن الصبيان آبائهم إلى من يشتكون إلى ربهم سبحانه وتعالى إلى ربهم سبحانه وتعالى وما يطلب منها ولما هذا على الإسلام ولما هذا على دين الله تعالى هذا دين الله ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون هو أن تفكر هل تظن أنك ستقول آمنت بالله ربا وتنجو هل تظن أنك ستقول لا إله إلا الله والسنة باقية رغم أنوف الأعداء وتسلم من أياد الماكرين الغادرين بدين الله أبدا أبدا الله هون عليك الأمر وقال أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون لازم تفتن لابد أن تبتلى في دينك نحن وأنا أقول عن نفسي لا عن أحد حتى لا يأخذ أحد القول ويزعل ويحزن لما قلته ولكني أنا كشخصي والله العظيم لم أقدم شيئا إلى دين الله إنما يزداد الإسلام بيعارا يزداد الإسلام بدمارا نحن عالة على دين الله نحن عالة على الإسلام نحن عالة على ما جاء به سيد الأنام محمد صلى الله عليه وسلم لابد أن نفيق لابد أن نفيق والله العظيم لن ننصر إلا إذا حافظنا على صلاتنا إلا إذا حافظنا على كتاب ربنا إلا إذا حافظنا على سنة نبينا لابد أن نحافظ على ذلك هم يقتلون لأجل دين الله وأنت تفرط في دين الله شبابنا لم يشغل إلا بالحب بناتنا ليس عندهم شغل شاغل ولا هم إلا أنهم يحبون لا يوجد عندهم فراغ الوقت للحب فقط فشعارنا هيا بنا نحب فقط ولكن دين الله الصلاة الصيام القرآن املأ قلبك بحب الله ولن يوجد في قلبك مثقال ذرة لأحد والله العظيم لو امتنأت قلوبنا بحب الله تعالى ما احتجنا إلى أن نحب أحد ولكن كيف هذا لابد أن يحبوا من أين اخترعتم سن المراهقة فلا يوجد في دين الله مراهقة أوليس هؤلاء الذين عذبوا كانوا في سن المراهقة الذي يذكر الآن بلى ولكن راهقوا لأجل دين الله وأرهقوا لأجل دين الله فكن كذلك كن على هدي خير السلف تنجو ولا تكن على هدي المتخلفين فتحشر في زمرة أصحاب الجحيم كن على هدي سيد المرسلين فتحشر في النعيم بالله عليكم إذا أردتم أن تنصروا إخوانكم في كل مكان وإذا أردنا أن ننصر إخواننا المستضعفين في غزة وفي برمة وفي أركان وفي غيرها فلابد أن نحرر قلوبنا من الغل ولابد أن نحرر قلوبنا من الغيبة والنميمة لابد أن نحرر قلوبنا من كل مكروه لا يرضي الله تعالى نحن حالنا الآن يبكي الجبال فنحن حالنا أننا تمسكنا بالتفاهات ونسينا رب السماوات تمسكنا بالكورة وتركنا بيوت الله مهجورة أما عاد الأوان أن نعود لكي ننصر والله العظيم أنا أقولها بصدق لن ترتفع راية الإسلام إلا إذا صلح أهل الإسلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما كان يدعو كان يدعو الكفار إلى دين الله ونحن الآن ندعو المسلمين إلى الإسلام هذا حالنا الآن ندعو المسلمين والمنتمين إلى دين الله إلى الإسلام فلما لا ندعو غيرهم اتقوا الله في دينكم اتقوا الله في سنة نبيكم اتقوا الله في إخوانكم الذين يعذبون ادعو لهم قاطعوا كل من يقتل إخواننا قاطعوا كل من يدعي السلام وهم إخوان الشيطان قاطعوا كل من يدعي الأمان وهم والشيطان سواء قاطعوهم فنحن لا نملك إلا مقاطعة من يتجرأ على دين الله لا تقل منتج صين وغيره ولكن تمسك بأمانك وتمسك بهدي نبيك صلى الله عليه وسلم الذين يقتلون لا تساعدهم في أن يتقوّوا على قتل إخواننا من المسلمين بأموالنا وبما ننفقه نحن فلابد أن نحسن العمل ولابد أن نحسن لهم وندعو لهم في كل وقت إذا كنت لا تملك شيء فعليك أن تدعو لهم وأختم بهذه القصيدة عذراً رسول الله عذراً رسول الله إني مسلم يحيى بعصر الزور والبهتان أحيى بعصر لا مثيل لقبحه في سالف الأوقات والأزمان عصر تعيش به القضارة كلها غدر النفاق وسطوة الكفران صار القتل والاضطهاد محلل حرية من حق كل جبان صار القتل والاضطهاد محلل حرية من حق كل جبان عذراً رسول الله عذراً رسول الله إن مساؤنا ظلم وطعم نهارنا إذ عان الحزن يسكن في جميع معالمي والظلم يخلص ثورتي ولساني في داخلي قلب يقطعه الأسى في داخلي قلب يقطعه الأسى ويحيلني وجعي بغير يداني عذراً رسول الله عذراً رسول الله إني شاعر سدت أمام قريضه الأوزان أيحاولون إهانة اللا والذي رفع السماء وأنزل الفرقان تبت أيديهم وظل مرادهم من يحمه القهار كيف يهان أشكو إليك أيا حبيب مذلتي وضآلتي في عالمي وهواني فالأمة الكبرى غدت ألعوبة تلهو بها أمم من الجرزان متخاذل متهاول ومقصر فأنا ككل شبابنا الحيران لكن إيماني بربي صادق والسنة الغراء والقرآن وأحب دين الله وأحب دين الله حباً خالصاً بالرغم من ظلمي ومن طغياني اللهم إنا نسألك أن تنصر إخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم انصر إخواننا المستضعفين في غزة اللهم انصر إخواننا المستضعفين في برما وأركان اللهم انصر إخواننا المستضعفين من مسلم الإغورة في السين اللهم عليك بمن ولاهم اللهم عليك بمن ولاهم اللهم عذب من يعذب المسلمين اللهم انتقم ممن ينتقم من المسلمين ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفاء منا اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفاء منا اللهم إنا لا نملك إلا الدعاء فاستجب لنا اللهم إنا لا نملك إلا الدعاء فاستجب لنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من بيوت الله يخرج كل فضل على الدنيا بأفوال ضاع فتصف النفس حينا بعد حين وتمدل باشتياق للطوات فذكر الله تحيا بيكله السلام عليكم ودعكم لايك للفيديو والشراككم في القناة تشجيعا لنا للمزيد من العطاء والتألق